السلام عليكم كيف نتوما لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كمين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شهيوات مع ايمان نصليوا علينا بكيفما العدا عن نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غادي نتقسم معكم اليوم غادي يكونوها الجوج ديال التورتات اللي غادي نحضرهم بنفس العجينة ولكن بمداقات اللي هي مختلفة وحدة غادي نحضرها باللوز الثانية اللي كتجي رائعة بجيوم اللي داديم بزر الثانية غادي نحضرها بالكراميل والشوكولاتة بمكونات ديالة بساطين سهلين وسريعين في تحضير ديالهم فمن زيتش نطول عليكم كثير مباشرة ندزوا نشوفوا المقادير وطريقة تحضير كيفما العدا فرجة ممتعة بسم الله على بركتي الله غادي نحتاج في المكونات عندي هنا مية وخمسة وعشرين جرام من الزبدة ما يعادي الواحد نصر بعدي الزبدة انا استعمل الضبدة بزبدة حيوانية تقدروا تستبدلها بالمارغارين الزبدة ديال العبار اللي بغيتو اخواتي الزبدة ضروري تكون عنا بدرجة حرارات المطبخ انا اه ساخنتا غي شوية في الميكرو واندا يعني غي شوية او لا تخليها في المطبخ ديالكم دبا الجو ساخن بسرعة غادي تطلق راسا بالنسبة للزبدة زيت عليها قبصة ديال الملح كيس من السكر المناسب بالباني ومية جرام من السكر ناعم اي السكر سقيل كيفما شاهدتو معي اخواتي بقيس كأس ديال العنبة يعني زيت شوية على نصف كأس ديال السكر سقيل او سكر غلاسي وزيت كدالك اربع ملاعق كبار من الزيت ما يعادي الاربعين مليلي لترو عنديني واحد حبة من البيض غادي انطرب هاد المكونات مزيان مع بعضهم مع بعضهم او لا مع بعض تيتهم اه لديك شي اخواتي قلت لكم الزبدة خصتكم بدرجة حرارة المطبخ باش تخدم لكم بسرعة متعدد بكم شي يعني في مثال خرجتوها من الثلاجة ومطلقت شراسة اما غادي سوضوها في الفرن اللي كيكون شوية سخون باش تطلق راسة شوية او لف الميكرو واندا واحد جوج ديال التورط وصافي باش تطلق راسة شوية وستعملوها غادي نطرب هاد المكونات كيفما اتكرت معكم انا ساعمل تراب اليادوي تقدروا تخدموا العجين الخليط بيدكم كيبقى لكم الاختيار غادي نطرب هاد المكونات ومن بعد غادي نضيف النواشف لهو اه طحين اي الدقيق بالنسبة للطحين اخواتي فغادي تضيفوه بشوية بشوية حتى تجمع لكم العجينة انا هنا في الول كنت استعملت واحدة ميتين وخمسين جرام ديال الدقيق وحد ربعة ديال الطحين ولكن ما تجمعت لي شي العجينة فغادي نطر اني مقنزة شوية بشوية حتى تجمع لي العجينة القوام ديال العجينة اخواتي يكون في حال تماما في حال العجين ديال الصبلي يعني نفس القوام غري اخواتي كان اكد عليها العجينة ما كتدلكش اذا بغيتو القوام ديال العجين هاد العجين هادا اللي كنحضروا به هاد النوع ديال تختول هادا هاد ترتاس هادو او حتى بالنسبة للصبلي اذا ما بغيتوش الحجم ديالو يتقلص فما تدلكوش العجينة فقط كنجمعوا العجينة كنضنصورة عندكم واضحة اخواتي كنضيف الدقيق و كنجمع كندخل ديك الكيمياء ديال الدقيق مع العجينة حتى كنحصل على القوام المطلوب كيف ما غادي تشاهدوا معايا او هاد النوع ديال هادا ترتاس هادو في الفرن فكيتقلص او كيتجمع العجين ما كيبقاش نفس الحجم ديالو سافيا انتم ما شاهدتم معايا القوام ديال العجينة كيفش كتكون غادي انقسمه واحد النص غادي كبير على النص في الاخر وغادي انوضع دروري وضع في التلاجة واحد ربع ساعة فقط في التلاجة ماشي في المجمد نخليها ترتاح واحد ربع ساعة او الوقت اللي عندكم تقدروا تخلي واحدة اليوم التالي عد شكلهم فكيبقا لكم الاختيار ما كتوقع لحت شي حاجة هاد العجينة لان ما فيها لخميرة ولحت حاجة سافيا وغادي ناخد دباء العجين اللي عندي الحجم ديالو كبير يعني ديك الكيمياء ديال العجينة اللي كانت عندي كبيرة هي اللي غادي نسرحها انا هاد طريقة كتجيني سهلة يعني هادا كنسرح العجينة غادي عاد غادي نوضع في القلب او للمول اللي غادي نستعمل طبعا تقدروا تستعملوا اي قالب اخواتي تحضرو هادا الترتاس هادو صغارين يعني فرضيين كيبقا لكم الاختيار سافيا غادي نوضع بحال هذا الشكل هذا ماشي مشكل تهرس معكم ولا شي حاجة غير هي باش كتسهل علينا وصافيحنا من بعض غادي نعوض هادا بحال هادا بحال يمضح لكم الصورة لذلك اخواتي قلت لكم اذا بغيتوا مباشرة تضعوا العجينة فسط القالب وتسرحوها بيدكم غادي غادي تعدبكم شوي هاد طريقة كتبقا سهلة سافيا غادي نستمر حتى يعني نتأكد بان العجينة قياس واحد ماشي واحد جيها فيها بسعب ديال العجينة وجيها يخرى رقيقة وفي نفس الوقت باش تاخد لي هاد الشكل ديال هاد القالب كنضغط على الحشيات دياله مزيان وكن حييد زوائد يعني دبقى شي زائد ديال عجينة بسعب كناخد واحد السكين وكن حييدو بغيتوا انتوما هاد العجينة هاد يجيكم شوي غليطة انا اجتني متوسطة ماشي رقيقة مره وماشي غليطة كيبقا لكم الاختيار سافيا غادي نستمر اخواتي حتى نسالي ونشكل العجينة ديالي مزيان فسط هاد القالب بحال هيدا ده بغادي ناخد واحد الشوكة اخواتي ونتقبل العجين ديالي مزيان كيف ما مضح لكم الصورة نوضع في المجمد عدم طيبة يعني ضروري نوضع العجينة ديالنا في المجمد واحد ربع ساعة حتى نصف ساعة حتى يعني باش تجمد العجينة شوية عدم طيبوها انا اكد على هاد الخطوة ضروري من اللي نشكله العجينة ديالنا في القالب نوضع فيها تقوب نوضعها في المجمد واحد ربع ساعة عدم من بعض نطيبوها هيدا كنت اكدوا بان العجين ديالنا ما غادي تقلش شي تماما وكيف ما اذكرت معاكم حتى العجينة ما غستش يتدلك جوج ديال حاجة في هاد العجين ديال هاد ترتس هادو غادي انتقل باش نشكل معاكم الشكل الاخر اللي غادي يكون عندي مستطيل بالنسبة هاده العجينة اللي كنت احتفظت بها كنت عندي صغيرة على اخرى كنت عندي في التلاجة جبتها وحتى يسر حتى فوقوها البلاستيك غدائي وغادي نوضعها في الوسط ديال هاد المول اللي استعمت استعمت على شكل طولي استعملوا اي مول بغيتون تومة حتى هي غادي نبقى شي زوائد غادي نحيدو ما ترققوشي العجينة بزاف اخواتي حتي بدايبلكم للقالب لانا من بعد غادي تهرس معاكم يعني كيف ما اذكر سمعاكم ما تكون شي العجينة غليطة بسف ومشي رقيقة تماما مش متهرس معاكم هنا باش نتأكد بانا الطبقة ديال العجينة غادي تجيني متساوية خطيسوا حد طهر ديال الملعقة بشولية غادي نعوو طب حل هيدا حتى هي اخواتي غادي نوضع فيها توقو بضروري انوضعها في المجمد عاد نبدن طيبهم من بعد ما تسيعني ما طيبهم شي مباشرة كنتمنى الشرح يكون واضح سنتقل ده باش نحضروا الحشوة ديال التورطة اللي غادي تكون عنا باللوز عندي هنا ميوي وشرين جرام ديال اللوز اللي عندي بالقشر دياله ما حمرته ما حتى شي حاجة فقط مسحت له القشر دياله مزيام ديال الغبار اللي يكون فيه واضحنتوا على شكل بودرة بحل هات الشكل هذا بالقشر دياله ماشي حتي يطلق لكم الزيت دياله لا حتى تحصلوا له هاد البودرة ديال اللوز مهم كيف مموضح لكم الصورة هنا غادي نحتاش كذلك عندي مية وخمسة وعشرين جرام ديال الزبدة نصر ربعة ديال الزبدة كذلك اخواتي خصصكم بدرجة حرارات المطبخ باش ما تعدبكم شي وتخدم لكم بسرعة انا سعمت شوية ديال الزبدة حيوانية وكمت بالمارغارين يعني الزبدة ديال العلب ما كينحتاش مشكي لأخواتي تقدروا تتسعمل المارغارين ديال البواطس او لزبداء حيوانية كيبق لكم لإختيار زيت على زبدة الجر ديالأكياس من السكر المنسم بالفاني وعندي 100 جرام من السكر ناعم سكر سكيلا اي سكر جلاصي كيف مشاهته معاي بقيس قز ديال العنبة وعندي نيجور ديال الحباس ديال البيض بالنسبة الفانيليا سكر الفانيليا تقدروا تستبدلواه بالحامض تاخدوا قشر ديال الحمضة اي القارص او الليمون اللي تحكوا القشر دياله اللي كيبقى لكم الاختيار تستعملوا اي نسمة اي نكهة بغيتونتم تنسموا بها الكيك ديالكم غادي نطرر هاد المكونات مزيان انا تستعمل اضطرره بالكهربائي تقدروا تخدموا المكونات غير بالطرره باليدوي كيبقى لكم الاختيار فغير هيزف داتكم بدرجة حرارة المطبخ باش بتهدبكم شي هنا يضيفت اخواتي واحد ملعقة كبيرة من طحين ملعقة كبيرة من الدقيق ما يعادل 20 جرام زيد ديالك الكأس ديال لوز بودرة اللي تحنت معاكم وزيدت واحد نصف ملعقة صغيرة من خميرة ديال الحلويات اي بيكين بودر ما يعادل 5 جرام يعني بالنسبة الاخوات اللي غادي يستعملوا كيز ديال الخميرة ديال الحلويات وزن 7 جرام او 8 جرام غادي تاخدوا منه اخواتي نصف ملعقة صغيرة فقط ما تكتروشي بزاف من الخميرة ديال الحلويات لكي يفضل العجينة هذا هو القوام الخليط نفرغ على العجين في المجمد نظر العجينة جامدة شبرة راسة انا شعلت الفرن يسخن فقط غير من الأسفل على درجة حرارة 180 درجة هذا الطرطة ضروري كالطب غير من الأسفل حتى يبانوا ان الحشية تحمروا نزيد ونشعلوا لما النار من الأعلى لتأخذ تحميرها خفيفة وصفين سوف نضع هذا الخليط حشوة جيدة لتأخذ طبقة لا يوجد شيء عالي كبير كما اذكرت معكم القيص لديه 20 سنتيمتر ولكن غير رقيق لذلك لا تشاهدوا الحشوة لا يوجد شيء عالية كبير ولكن يوجد رائعة يوجد حشوة عالية كبير سوف تزيين بما اننا نستعملين ترطة اللوز سوف نزيينها بالفلي اللوز نأكد أخواتي الفرن يكون سخون من قبل درجة حرارة 180 درجة في الأول كان طيب ترطة غير من الأسفل تقريباً في الأول تأخذ معكم 15 دقيقة غير من الأسفل من بعد تزيد وشعلونا النار من الأعلى خليونا شعلها من الأسفل الأخوات اللي عندهم يعني الفرن يشعل إما من فوق إما من تحت فغادي تشعلونا في الأول من الأسفل حتى تبدو تبدو أن الحشيس يتحمروا من بعد يشعلونا غير من الأسفل لتأخذ التحمير هنا مباشرة غير خرجتهم من الفرن أخواتي سوف يدهل للوجه دياله بالنباج باش كي يزيد عطي واحد تعليكة وكي عطي واحد للم عمزي ونع للوجه دياله تقدرو تستبدلوا هاد النباج أو هاد الملمع لكلموا به الحلويات دياله بالمربع يعني الكونفيتوغ أو الميرميلادا تاخذوا ميرميلادا ديال الخوخ أو ديال المشماش وتدهنوا للوجه دياله بيها سافده سوف ينحيد بها سخون أخواتي عندنا سوف ينحيد من القلب دياله كي يكون هذا والشكل سوف ينحيد من الحشيات دياله وديك الحشوات جات قياس يعني ما فاضت لي ماحتش حاجة جات قياس مع العجينة ده بغادي نتقن هدي اللي عندي لشكل مستطيل هدي غادي نطيب غير العجينة في الول عدنا نبعد نحشيها من داخل دياله نفس طريقة أخواتي في الول كان سبقولها من الأسفل كان خليها طيب غير من الأسفل واحد عشرة ديالتقيق هدي مش بزاف من بعد كان زين شعل النار من الأعلى او اللي عندكم فرنجيش على الغير من الأعلى و فقط و من الأسفل فقط فغادي تصبقوها طيبوها من الأسفل من بعد زيدو شعلوها او شعلوها من الفوق باش تتحمر لكم حتى من الواسط دياله سافين بعد ما خرجتها من الفرن عفوان تركتها جانبا تبرد وهناي غادي نحضر معكم طبقة تانية اللي غادي تكون ديال الكراميل احتشت فيها أخواتين كأس من سكر خشن أي سكر ساندة ما يعادل ميو ستين جرام كان عندي عمر من السكر لوضعته في واحد الكسولة و عملته في نار متوسطة ما كان غفلوش عليه تماما أخواتي انا في الول ما كان الساعة لم يلعق الاسباطولة ولكن دا بوسع كناخد الكسولة و نحرق كيف موضح لكم الصورة باش ميت تحرق معكم الكراميل إذا تحرق معكم كيعطيكم واحد مضاق مر يعني ما يجيش مزيان تماما فلذلك تبقى وقفي مع البوت خصوص الأخوات المبتدئة نوجه الشرح للأخوات التي تحرق معهم الكراميل فمرة مرة نأخذ الكسولة نحرقها حتى يبدو السكر تقريبا تماما يبقى بعض الحبيبات السكر نستعمل واحد ملعقة أو سباتولة و من بعد زيت أخواتي قبصة الملح كيف ما شاهدت معي زيت ملعقة متوسطة من الزبدة ما يعادل 20 جرام و عندي هاد المرة أخواتي كريمة سائلة خاصة بالحلويات كريمة دي الخفق أو الكريمة السائلة هاد العلبة عندي فيها 20 ميلي لتر كيف ما شاهدت معايا كان في الأول كان وضع بشوية 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 الكراميل ديركم يتحجر لكم شيء يجب أن تضيفوا في الأول أنقاطم و أنتم لا تحركوا بالنسبة لها الكراميل أنا استعمل الكريمة السائلة هاد المرة تستعمل الكراميل الذي سبق لي حضرت معكم بالخصوص الكيكات دي العيد الكراميل اللي كان حضروه بعلبة الفلون اللي كيتبع جاهز حتى يأتي تقريبا نفس النتيجة يعني عندكم الإختيار الأخوات اللي ما بغوش يستعملوا الكريمة السائلة ممتوفرين شعليها يعني غالية هي شوية فتاخدوا العلبة دي الفلون اللي كيتبع جاهز الفلون اللي كانت ناوله دي سير اللي كيتبع هيداك وتتحضروا بالكراميل ديالكم هنا أخواتي كنخليوا الكراميل اللي كان نضيفوا ديك العلبة ديال الكريمة السائلة كنخليوا الكراميل دينا 1-5 دقيقائق يتقل معكم شوية ما يجيوكم شو الكراميل خفيف هو فلون اللي يكون خفيف ولكن من اللي كي برد يتقل غير هو من اللي تضيفوا ديك الكريمة وتبدأ تغلي صفيت الكراميل اللي يبدأ يغلي حسبوا الوحد خمسة ديال البطاقية كنتم تتحركوا عد حيدوها شاهدوا معي القوام دياله كيفش يجي هنا سافحة برد تماما غدا نضيف له أخواتي وش نحصل إلى واحد النوع ديال القرمشة سعملوا أي مكسرات بغيتون توم اللوز الكوكا والبندق أنا سعملت البندق أو أبياناس كنتم توفر عليهم من الحلوة ديال العيد واخديتهم وهرمجتهم شوية وضيفتهم للكراميل ديالي سافي بش يعطيني كيف مذكرت معكم ديك النوع ديال القرمشة وصافي سوف نفرغ ده بالكراميل ديالي في هذا العجين اللي طيبت معاكم سوف يتكون هذي الطبقة التانية اللي جات واحدة الترطة أخواتي سوف نتمنىكم حقا نجربوها وانا قلت لكم بالنسبة للكراميل سوف تستعملوا الكراميل اللي كنت حضرت معكم في الكيكا ديال العيد سوف تشوفوا الكراميل اللي حضرت معكم حتى يجي رائع يجي معلك نفس القاوة سوف نحاول نوزع الكراميل ديالي واحد طبقة وغادي نتقل باش نحضر معكم القاناج للشوكولاتة بالحليب اللي غادي يكون هو الوجه ديال هذي الكيكا وهذي الطرطة عندي 150 غرام من الشوكولاتة أنا استعملت شوكولاتة بالحليب سوف تعملوا اي نوع ديالشوكولاتة غير هو الكيمية ديال الحليب غادي تختلف على حسب النوعية ديالشوكولاتة اللي غادي تستعملوا أنا استعملت شوكولاتة بالحليب 150 غرام لدوبتها غادي نزيد لواحد ميل عقا متوسطة ديالسيس وعندي 50 ميلي لتر ديال الحليب بالنسبة هذي الكيمية ديالشوكولاتة اللي استعملت أنا 50 ميلي لتر ديال الحليب اللي عندي صاخن كندوبت شوكولاتة وحتى الحليب كنصخنوا كنزيدة بديك الحليب على الشوكولاتة غادي مدى نحرق مزيان هنتم غادي تشاهدوا معي القوام ديالالغاناج اللي كان حصلوا عليه اللي يعني باش تجنبوا ان القانج ديالكم يخسر معكم غادي تسخدوا ربع كأس ديال الحليب يعني حتى الاخوات اللي عندهم مشي الميزان وتسخنوا ديالحليب وقصوا تضيفوا شوية مر شوية على الشوكولاتة ديالكم حتى تحصلوا لهذا القوام أخواتي كنظن عندكم صورة واضحة ما تزيدوا شي في الحليب بزاف لان القانج ما غادي تمسك شي معاكم وما تخلي واشي يعني فحلي الشوكولاتة من اللي كتخسار يعني من اللي كنضيفو قطع ذيك الشوكولاتة يصبح بحل عجينة فغير ستمروا تزيدوا شوية ديال الحليب مرة شوية ديال الحليب حتى تحصلوا لهذا القوام ديال القانج العادي غادي نفرغوه هنا يصفيتو باش يجيني واحدة القانج اللي هو ناعم ما يجي فيه تشي كويرا موين بصفيتو بغيتو انتم ما ما تصفيتو يبقى لكم الاختيار وغادي نزين دابا تورتة ديالي بحل هات الشكل هذا بخطوط من الشوكولاتة بالحليب وعندي هنا يا حبات ديال البندق او ابيانس اللي غادي نزين بيهم كذا بلك اخواتي غادي نزين تورتة ديالي بهاد الورق ديال الاروز دهبي هذا كناخده من الى اكسبرس ورق ديال الاروز باللون الدهبي كيكون صالح للاكل اخوات اللي كيستولوني فاناخدته من موقع الى اكسبرس تمن دياله جيد مناسب والعلبة انتو ما شاهدتم معي ما شاء الله شحل فيها سوف يكون هذا والشكل ديال التورتة للشوكولاتة وبالكرامي اللي عشاق الشوكولاتة غادي تحمقوا على هات التورتة غادي تعجبكم بزب واحد تعليكة واحد اللدة فيها واحد التورتة ديال اللوز جاتها رائع اخواتي متشوعوشي منها بزب ديال الاخوات كانوا بغوني نتقسم معهم هاد النوع ديال التورتة ديال هاده تورتة ديال اللوز اللي كاتكم بحال هاد الشكل هاده كنت دايما كنت تردد ماشي كنت تردد غير ما كتابش وصافي دا بعد كتابت وقلت علش لا انتقسم معاكم بجوش نفس الوقت بنفس العجينة فهنا ضروري ما نقسم معاكم تشاهدوا معايا من داخل كيفوش كيجو العجينة كتجي كدف الفم اخواتي مرملة فيها وعشوية القرمشة وكتجي كما تقسم معاكم كدف الفم في مرحلة مرحلة وكتب اخواتي اللوز للوز المعروفة كنت اجبني بحال هادة الرقيقة لا تجميش غليطة بزيف وليس اخواتي كثيرا بزيف كذلك سأقسم معاكم هذه القاناج كان باقه لا تمسك شيء مزيان اههه انها لان ما انتقلي شوي لا تمسك الكرمي مع القاناج وكتجي مزيانة هيت اجت مزيانة في المجميد بسرعة براس لكم وكمل قراتي شاهدو معي يأخواتي الطبقة و الشكر التحضب على الكرامي والشوكولاتة لا تنتهي أكثر و لا تنتهي أكثر نتمنى الفيديو للإقتراح للإعجاب و الإستحسن اذا أعجبكم الفيديو قناتب أليك و تعليق الجميله أحبكم في الله وإلى الفيديو القادم إن شاء الله تهلوا لفرسكم بالزبط وبسلامة